طيب عندنا موضوع تاني وهو موضوع بالتأكيد لا علاقة بالقايمة الدولية لحكام المصريين بعد إعلان الفيفا للقايمة أول أمس تم إعلان القايمة الدولية من لجنة الحكام في الفيفا وكلنا شفنا أسماء الحكام الدوليين بشكل رسمي كان اتحاد الكرة أخر في الإعلان عن القايمة الدولية والتأخير مش من النهاردة ولا من مبارح ولا أول مبارح التأخير من شعر عشر اللي فات يعني أنا أتذكر يوم 2 أكتوبر أنا بقول لكم من التاريخ بالضبط يوم 12 كنت اطلقت هنا في برنامج التريند وتكلمت بحضراتكم وقلت القايمة الدولية إلا هيحصل فيها بالنسبة للحكام في عام 2024 ووجهت رسالة وقتها للجنة الحكام وقلت أتمنى يتم الإعلان عن القايمة الدولية قبل الفيفا ما يعلنها عشان يبقى عارفين لجنة الحكام اشتغلت إزاي على القايمة الدولية ده عام 2008 وكان لقيا أكتر من طلب وقتها نفاكر حلقات موجودة على اليوتيوب وكلكم فاكرين طبعا كل اللي يتقال في الملف دالين الأيام الحمد لله أثبتت أن احنا كان عندنا معلومات وقلنا كلام يعني المفروكة اللجنة تستفيد منه أو اتحاد الكرة يستفيد منه استفادوا بجزء صغير ومركزوش مع الباقي وللأسف يعني فيه مشاكل هتحصل الفترة جاء في ملف القايمة الدولية هكلمكم عليه دلوقتي ولكن أنا فاكر يوم 2 اكتوبر كنت كلمت الكابتن محمد فاروق وسألته على قايمة الدولية وقال لي احنا ادينا شارة الفار لي أحمد خسام طه مع محمود أبو الرجال بحيث بحيث عندنا اتنين مساعدين معهم شارة الملعب وشارة الايفار طبعا لما تم الإعلان عن القايمة الدولية ما شفناش الكلام ده تعرفش بقى الاتحاد بعت القايمة غلط حط اسم أحمد خسام طه في قايمة الفار بترتيب غلط المفروض كان يتم وضع عنصر نسائي حاكمة زي مثلا يارى في القايمة الدولية قبل أحمد حسام ما تعرفش اللي حصل ما برضو ايه غياب المعلومة للأسف بيخلي الناس تكتهد وبيخلينا احنا نقعد نسأل ونكتهد كتير والحمد لله احنا لو نكتهد بتبقى كل اكتهداتنا وأخبارنا صحيحة ولكن ليه نكتهد ليه ما تبقاش المعلومة واضحة وصريحة وسليمة للأسف القايمة الدولية اللي أعلنتها الفيفا واللي أعلنها اتحاد القرى النهاردة بعد ما الفيفا أعلنها بـ 48 ساعة ما فيهاش جديد ما فيهاش جديد هي هي القايمة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت وإن كان لما قلنا للاتحاد المصري وقلنا لجنة الحكام القايمة الحكام في عام عشرين واربعة وعشرين محتاجين نعمل علىها تعديلات فنية وضعكم على الشاشة دي الأسماء الحكام اللي هيمثلوا مصر في عام عشرين واربعة وعشرين وإن كان يعني ما بيخرجش منهم غير 3040% بس يعني لو القايمة اللي قدامنا دي مصعا فيها 30 حكم ما بيطلعش منهم برا يصفر أو يبقى موجود حكم مساعد أو حكم فار أو صلاة أو شاطئية إلا يعني من الثلاثين بدي رقم تقريبي يعني لو من الثلاثين ما بيطلعش غير عشر اتنشر والباقي كله بيبقى موجود في مصر ما بيطلعش وطبعاً إحنا مكناش عايزين كده إحنا كنا عايزين لاجمة الحكام تشتغل بالكيف مش بالكم هي الفكرة أنا مش بوزع كوتا تبقى للمناطق الجغرافية عندي سبع حكام يبقى قاهرة اسكندرية الغربية الدأهلية المنصورة أسوان ما بتتوزعش كده قائمة دولية علم لها معايير ولازم اللجنة كتتسأل وتشوف يبقى فيه تواصل مع الناس في الفيفا مع الناس في الكاف تعرف القائمة الدولية إيه المفروض يتعامل في معايير عشرين واربعة وعشرين عشان المعايير دي هتساعد على وجود طاقم تحكيم مصري في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين وستة وعشرين الخطأ اللي تم ارتكابه أن للأسف شارة الفار لدناها لأمينة عمر ولا محمد معروف ولا محمد عدل ودول التلات أسماء اللي أنا بتكلم عليهم من شهر تمانية اللي فات وبقول يا جماعة التلاتة دول رأحين كاس أمم إفريقيا التلاتة دول هيتم الاعتماد عليهم في كاس أمم إفريقيا وبلاشت استبعد عادل وعشور من القائمة وتقول أصل ما السن ودول خمسة واربعين سنة قلت الكلام ده تلغى ولو شلت عشور ومحمد عادل من القائمة الدولية مصر هتفقد مقعدين في كاس الأمم ولولا للناس سمعت الكلام وحطت عشور وعادل المرادة عندنا سبعة وهم فرحنين وقالوا ده إنجاز ليهم ما علينا ما عندناش مشكلة افرحوا بالإنجاز ولكن احنا كلينا دور إعلامي مهم جدا والحمد لله تحقق مع مرور الوقت إن عندنا سبعة حكام موجودين في كاس الأمم الحاجة التانية وده بقى اللي ما تنفزتش والناس يا جماعة حطوا من الحكام دول حد يكون مع شارة الملعب وشارة الفار عشان نضمن طاق مصري بالكامل في كاس العالم ده ما حصلش ده ما حصلش ولما جبت تصنيف الحكام الأفرقى في حلقات سابقة وده عمل يعني مش عايز أقول لكم عمل رد فعل قوي جدا في الوسط التحكيمي في القرى الإفريقية أنا جات لي تليفونات من دول إفريقية من حكام ما كانوش متخيلين إن التصنيف معمول بالشكل ده والحلقة الحمد لله يمكن كان لها دور إيجابي مهم جدا في الأيام اللي فاتت دول الخط في التفاصيل يعني يعني فيه ناس أكيد سمعانا دلوقتي عارفة التفاصيل دي كانت أهميتها إزاي ولكن لما تبص بقى في قيمة المحترفين ودي الجزيل لسه ما تكلمتش عليها وقتها لما تكلمت على التصنيف في حكام بينفسه حكامنا في المباريات الكبرى وفي البطلات الكبرى وتصنيف البروفيشنال تحديدا أو حكام الإليت إيه اللي بينفسه حكامنا اتحاداتهم دعمتهم يعني تبص على مصطفى غربان رقم واحد معاشرة الملعب وشارة الفار الكيني بيتر أويريو كاماكو معاشرة الملعب وشارة الفار رغم إن كينيا ما بتطباش الفار تروح للأسيوب بملكة سيمة معاشرة الملعب وشارة الفار دانيا اللارية الحكم الغاني لتصنيفه رقم 20 معاشرة الملعب وشارة الفار أمين عمر معاشرة الملعب بس روح على حكام الإليت إيه محمد معروف ومحمد عادل طب مش هتكلم على معروف معروف لسه صغير في السن 37 سنة فلسه قدامه الوقت لكن محمد عادل 45 سنة ردوان جيد المغربي 45 سنة قارن بين الاتنين في قيمة التصنيف اللي الكافي اعتمدها والان انا اتكلمت عليها في حلقات سابقة عتلاقي محمد عادل قبل ردوان جيد ولكن لما تبص على القيمة الدولية عتلاقي الاتحاد المغربي إدى شارة الملعب وشارة الفار لردوان جيد محمد عادل معاشرة الملعب بس الناس تقول لي تبقل الفكرة يعني انت عايز تدلو شارة الفار ليه عشان كسل عالم الفيفا لما يختار حكام كسل عالم هيبقى المعيار الاساسي ليه لما يختار من الفيفا ليستفار الفيفا ليستفار ان الحاكم اللي معاشرة الملعب وشارة الفار وتصنيفه اعلى هو اللي هيكون الاختيار ليه اولوية هو الاختيار ليه هيكون اولوية وهتشوفوا ده بعد كسل امم فيه معسخة للحكام اللي هيتم ترشحهم لكسل عالم 2026 فللأسف لجنة الحكام ما اشتغلتش بمعايير فنية تمام؟ دي جزئية الجزئية التانية والنهار ده اتفاجئت بصراحة لأ الكابتن ابراهيم نور الدين اعلن اعتزاله بنهاية الموسم المحلي يعني في شهر 6 او 7 الجاي لما الدورة يخلص الرجل اعتزل التحكيم نتمنى له التوفيق في مشواره سواء اشتغل في التحكيم بعد كده او اتجه لاي عمل اخر كل التوفيق للكابتن ابراهيم نور الدين الرجل اشتغل على مدار اكتر من حوالي 21 سنة ليه ايجابيات عليه سلبيات كل واحد بيخطئ ويصيب نتمنى له التوفيق كتب النهار ده وقال ايه بعد اعلان القيمة الدولية الحمد لله اعتماد القيمة الدولية من الاتحاد المصر واحتفاظ للعام الحادي عشر بمقاعدي وتشرفي بتمثيل مصر دوليا وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى قررت نهاية مشوار التحكيم نهاية الموسم الحالي الذي بدأ منذ عام 2002 لإتاحة الفرصة لزملاء الشباب لتمثيل مصر بدلا مني الاختيار بديل مع تمنياتي للجميع بالتوفيق شكرا جزيلا للاتحاد المصري والعربي والافريقي والدولي والإعلام والأندية واللعابين والجمهور وكل من ساهم في صناعة اسم وتاريخ إبراهيم نور الدين والله المستعان فيما هو قادم خلاص أنا مش هتكلم بقى عن اللي فات يعني الناس عارفة التاريخ كويس لكن أنا هتكلم على جزئية مهمة جدا كابتن إبراهيم يعني أنت من شهر 9 اللي فات عارف أنك برأ بطولة كاس الأمم لأن يتعامل وقتها أو تم الإعلان وقتها عن القايمة المبدئية وهو كان برأ القايمة المبدئية والكابتن إبراهيم نور الدين بقاله سنة ونص من ساعة مشكلة مباراة الترجي مع بطل نيجيريا وتوقف بعدها على مدار سنة ونص أو داخلين في السنتين لم يدير إلا مباراة واحدة في البطولات الإفريقية ومباراة أخرى كان حاكم رابع طيب وانت واخد قرار أنك هتعتزل لما كنت اعتزلت كنت اعتزلت قبل إرسال القايمة الدولية عشان مصري تستفيد بمقعد في عام عشرين واربعة وعشرين يعني ليه يعني انت خدت الشرعة الدولية في عشرين واربعة وعشرين أوكي احنا استفدنا ايه يعني التحكيم المصري استفاد ايه هو ليه كل واحد بيفكر في شخصه يعني ليه كل واحد عايز يعمل تاريخ لشخصه والتاريخ ده على فكرة أنا شايفه يعني ما فيش في حاجة ايجابية يعني يا كابتن ابراهيم انت برى الحكام المصنفين وبرى الحكام المحترفين وبرى الحكام الاليت ايه وبرى الاليت بي يعني الاليت بي ما فيشغل محمود ناجي وانت برى الاليت بي برى الاختيارات خالص واللجنة للأسف اللجنة للأسف بتجامل أنا بقولها كده يعني واللجنة سمعاني لجنة الحكام بتجامل لجنة الحكام بتجامل بتحط اسمها حكام ما بيدرش مباريات أصلا يعني الأفضل كنت تحط حكم صاعد تستفيد بوجه جديد تدعمه عشان يدخل الإليت بي يبقى حكم جديد عندك بعد الإليت ايه لأن الاختيارات اللي تمت في كاس الأمم ده على فكرة جهد ناس كتيرة في الفترات السابقة مش جهد اللجنة الحالية بس ده ناس بيتشتغل بقالها سنين والحكام بيشتغل على نفسهم بقالهم كتير واتنين من السبعة اللي راحين كدفور أو سفروا كدفور خلاص مبارح كانوا هيتطلعوا بره القيمة وما كانوش هيتسافروا كاس الأمم يعني بالتالي كل واحد واكتهاده الشخصي لكن كابتن إبراهيم نور الدين اعتزل وواحد قرار بالاعتزال وفي شهر ستة ولا سبعة الجاي انت خلاص رميت الصفارة ومش هتحكم تاني طيب ما قلت اعتزل قبل ما يتم إرسال القيمة ده ليه عشان نستفيد بوجه جديد لأن كابتن إبراهيم على فكرة في مارس اللي جاي لسه يتمل خمسة واربعين سنة يعني هو لسه قدامه كذا سنة لو عايز يكمل يعني هو ما فيش عمره معين بدليل ان محمد عادل اكبر منه مكمل ردوان جيد اكبر منه مكمل في حكام اكبر من كابتن إبراهيم نور الدين مكملين محمود عشور سبعة واربعين سنة ومكمل ولكن انا فجأتي باعتزال إبراهيم نور الدين النهاردة يعني انت قضعت على مصر مقعد في القيمة الدولية بكل سهولة دون اي رؤية من لجنة الحكام دون اي تخطيط من اتحاد الكور ايه الفكرة لو كنا دخلنا وجه جديد في القيمة الدولية بعد اكتزال إبراهيم نور الدين هل الكابتن ابريق أم ده لجنة الحكام واللجنة الحكام يقول لأ هنكمل معك وتبقى في الشرع عشرين واربع وعشرين مش عارف هل هو اتخذ القرار لما لقى نفسه بره كل حاجة في بداية عام عشرين واربع وعشرين اكيد صعب لانه حكم دولي كبير اكيد عنده علاقات وعنده اتصالات بيبقى عارف كل حاجة هل استنى الغتلة ما شاف التصنيف لما اعلنناه وعلى اساس ذلك قالك انا خلاص كده بره كل حاجة فعلا ان اعتزالي انا شايف اعتزال ابن وهم نور الدين معنا حاجة واحدة بس مفيش رؤية مفيش تخطيط الامور كلها شغالة سمك لابن طمر هندي من اتحاد الكورة ومن لجنة الحكام في الملف ده اللي للأسف اثره هيبقى في السنوات اللي جاية دي صورة جامعية انا مش عارف يمكن دي لجنة الحكام السابقة على فكرة انا كنت فاكر ان لجنة الحكام هتاخد صورة مع القطقم اللي مسافر او التواقم الحكام اللي مسافرين كودفوار ولكن للأسف انا افتكرتها الصورة يعني دي طلعت للأسف يعني صورة تانية من لجنة سابقة عموما الحكام سافروا نتمنى لهم التوفيق كل الدعم للتحكيم المصري في الفترة اللي جاي